رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم في قصر الإكذبية وفي بداية الاجتماع أشهد مجلس الوزراء بتقدير واعتزاز حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه بالجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مؤكدا المجلس على ما أكد عليه جلالة الملك المفدى من مضامين في تصريح جلالته السامي بمناسبة ختام موسم عشراء للعام الهجري 1443 وإشادة سامية بالجهود التي بذلتها وزارة الداخلية ووزارة العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف والفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وبروح الفريق الواحد الذي جمع بين المؤسسات والأجهزة المساندة ومجلس الأوقاف الجعفرية والعلماء والمشايخ ورؤساء المآتم وفراق العمل والمتطوعين مؤكدا المجلس بأن هذه الجهود المبذولة من هذه الجهات كان لها الأثر الكبير في النجاح الذي تحقق خلال موسم عشراء وما رافقه من التزام اجتماعي وحرص طوال الموسم من كافة أفراد المجتمع مشددا المجلس على أهمية المواصلة بعزم وحذر والتقيد بما تتطلبه المرحلة من التقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية بما يحفظ صحة وسلامة الجميع بعدها رفع المجلس أصدق التهاني والتبركات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة قرينة جلالة البلك المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة مؤكدا المجلس الاستمرار في تبني المبادرات ووضع السياسات التي تعزز تقدم المرأة البحرينية وترسخ إسهامها في العمل الحكومي بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة في هذا الجانب ثم تبع مجلس الوزراء جهود مملكة البحرين مع الشركاء الدوليين في الأعمال الإنسانية والإغاثية في أفغانستان وتسهيل عمليات الإجلاء من خلال إتاحة المجال أمام الرحلات الجوية للاستفادة من موقع المملكة كنقطة مرور وصولا إلى الوجهات النهائية المقرر لها وقيام النقلة الوطنية طيران الخليج بأول رحلة إجلاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن عمليات الإجلاء المتعلقة بأفغانستان مؤكدا حص المملكة على دعم الجهود الإغاثية والتضامن الإنساني في أفغانستان بالتعاون مع المجتمع الدولي بما يسهم في تأمين سلامة المدنيين مؤكدا المجلس على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الأفغاني بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن تطوير الخدمات الحكومية بما يعزز من مستوى جودة الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين وتسهيلها أمام المستفيدين ويعزز الحوكمة حيث تقرر ما يلي أن تكون جميع الخدمات والإجراءات الحكومية موثقة ومنشورة ضمن اتفاقية مستوى الخدمة إطلاق برنامج المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية وقياس مدى تلبيتها لرضى المتعاملين مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن اجتماع الدورة السابعة لللجنة البحرينية العمانية المشتركة مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن عمليات مجلس المناقصات والمزايدات للنصف الأول من عام 2021 والتي أظهرت ارتفاع نسبة المناقصات العامة المطروحة لتصل إلى 74.15% من إجمالي عدد المناقصات المطروحة وأنه تم الترسية 1070 مناقصة ومزايدة بقيمة مليار و300 مليون دينار خلال ذات الفترة مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردي الحكومة على اقتراحين بقانونين مقدمين من مجلس النواب ثم استعرض المجلس الموضوع التالي مذكرة وزير شؤون مجلسية الشورى والنواب بشأن أعمال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس على صعيد العمل التشريعي والرقابي بما يعكس مستوى التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزرية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء بشأن تقويم الفعاليات للفترة من أغسطس لغاية ديسمبر عام 2021